فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتج من يشد الرحال لزيارة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة بالسفر لطلب العلم فكيف الجواب على ذلك؟ السفر لطلب العلم هذا مطلوب فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين والسفر لزيارة قبل الرسول ليست لطلب العلم ليست لطلب العلم فهي وسيلة إلى الشرك لذلك تمنا نعم فرق بين السفر لزيارة القبر قبل الرسول أو غيره وبين السفر لطلب العلم نعم